السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلبة وطالبات الصف الثالث سنويا الصناعي قسم التركيبات والمعدات الكهربية مرحبا بكم في إحدى حلقات في بيتنا مدرسة من التلفزيون المصري نرحم أبنائنا وابناتنا بالتوفيق إن شاء الله الامتحانات التالت تقرب علينا يا رب إن شاء الله نكون في الأجازة اللي فاتت في أجازات نصف السنة وامتحانات الترم للصف الأول والتاني يكون رجعنا واتفرجنا على حلقاتنا حلقات التلفزيون المصري على قناتنا في اليوتيوب أو على البرامج التعليمية في قناة التعليم الفني أبنائنا وابناتنا إن عرضا إن شاء الله حنشتغل مع بعض مادة الرسم الكهربية حنستعرض بس بعض الحاجات اللي احنا درسناها في الحلقات السابقة كنا قلنا في الباب المؤلدات بالكامل وخدنا في الباب المؤلدات حاجات كتير جدا وخدنا فيها الرموز وخدنا كيفية حماية المؤلدات وتشغيل المؤلدين مع بعض على التوازن دخلنا في باب المحركات وخدنا بعض الرموز المحركات كمان خدنا فيها الرموز الإلكترونية للقواطئة الأوتوماتيك والحلق ابنانا وبناتنا النهاردة ان شاء الله هنشرح نقول حلقة مهمة جدا ومقررة معانا في مادة الالات ومادة الرسم نقولها مع بعض طرق بدء حركة المحركات الاستنتاجية الثلاثية تلاثية طرق بدء حركة المحركات الاستنتاجية الثلاثية ابنانا وبناتنا كنا عشان نقول اي مطور في الدنيا اي مطور في الدنيا حالياك بتيجي تشغاله ايه اللي بيحصل? الكهربا بتطلع? بتنزلوا بعد كده بتطلع تاني. طيب انت كراجل فني كراجل دبلوم كهربا وان شاء الله كلها شهور تخش معت او كلية تعمل روبورتات وتعمل ابحاث. كراجل فني ايه اللي بيحصل? اول ما تيجي ترفع زرار المطور الكهربا بنقولها باللغة العامية بتسقط وترجع تاني. الناس بتقول لك اصلا عايزة طيار بدء عالي. او عازم بدء جديد. طب دي للعامة. للمتخصص. البروفيشنل بتاعنا فين? هنا بنتكلم في مادة الالات. واحنا شرحناها على فكرة في حلقات الالات في التلفزيون المصري هنا. وكان فيه تجاوب كتير جدا من ابنائنا وبناتنا معنا. احنا بنقول ان المحرك الاستنتاجي السلاسي الاوجه عضو السابت وعضو داية. هنا العضو السابت والعضو الدار عندما توصيل الملفات بمنبع الطيار المتردد للعضو السابت. اللي احنا هنحكي ده او هنشرحه لابنائنا وبناتنا تقريبا في واحد او في جزء من الثانية او في سانيتين او في سانية واحدة. يليها اوقات حسب قدرة المحرك. يعني ايه? هل حضرتك بتغزي ملفات المنتج او ملفات العضو السابت بمنبع طيار كارابي. ماشي ايه اللي حصل? قال لي لحظة توصيل الطيار لملفات العضو السابت ملفات العضو الدائر ملاش دعا بحاجة خالص. يا ميسر ده ده يدوبك توصيل كارابي. بقول لحضرتك هنا البحث العلمي والتطور ان هو حسب لك المدة. وطلع ان المواتين ما تتحرقش ولازم فيه حاجات تانية تتعمل. طيب انت حالك لما بتوصل ملفات العضو السابت بمنبع الطيار المتردد. في اللحظة دي ملفات العضو الثابت القوة دفع كارابيه العكسية. حسب قانون لينز حسب قانون لينز وحضرتك درستوه في الصف الاول والثاني. القوة دفع كارابيه العكسية في ملفات المنتج. لحظة توصيل الطيار بتسوى سفر. طو بعدين. قال لي هنا المقاومة بتاعة الملفات دي صغيرة جدا. هيقع عليها ضغط المنبع. يبقى ضغط المنبع مثلا. مئتين وعشرين. المقاومة خمسة اوم. المقاومة خمسة اوم. هيطلع لك حول اربعة واربعين امبير. اربعة واربعين. تنفعين للمطور اصلا خمسة امبير. كتير. فقال لك طب والحل انا هنبتني نحط هنا طرق بدء الحركة. للحد من طيار بدء الحركة في المحركات. عايزين دليل يا مصر. حاضر. حاضرتك مواتيل المية. اللي عندنا في البيت او مواتيل التلاجات. او مواتيل الغسلات. كلها سنجل فيز واجه واحد. ارفع مطور المية اطلع النور بيرسات وارجع تاني. لك ما بيحصلش ان الملفات تتحرق. لان في الواجه الواحد هتطلاق ملفات تقويم. وهتطلاق مكسف عشان بيعمل على تقدم معامل قدر. لكن الثلاث اوجه للمحركات الكبيرة لازم نوضع حد لطيار بدء الحركة. ولذلك عنوان حاليتنا النهاردة طرق بدء حركة المحركات الاسنتاجية الثلاثية الاوجه. هنتكلم على كل حاجة اه. ازاي? هنتكلم على القدرات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ايوة. بناتنا صحيه معانا هوا ابنانا لسه. خد بالك يا مستر تقولتنا في المحرك الاسنتاجي نوعين. محرك الاسنتاجي زقاف السنجاب ومحرك الاسنتاجي زو عضو داير ملفوف. ده له اربع طرق. اما العضو الداير ملفوف له طريقة واحدة. تعالوا نشوف بقى تلفزيوننا الجميل في تلفزيون مصري. قال لنا اول طريقة. بس هسيبكنتوا تجاوبوا عليها. اول طريقة. في البدء في المحركات صغيرة القدرة. صغيرة القدرة. بصوا على شاشتنا الجميلة زملائنا طلعوها ازاي? طلعوا هنا مباشر. توصيل ايه? مباشر. اذا انت لسه يلنا يا مصر الطيار اقول لك حضرتك دي في القدرات التلاتة تعدى واحد حصان. اعمل حساب ان الملفات اللي جوه في العضو السابت تتحمل طيار بعد الحركة وتتحمل طيار الحمل العادي. واحد حصان ده اقصى حاجة بالنسبة الممكن. كده ايه يعمل ايه? اصمم ملفات العضو السابت انها تتحمل طيار بعد الحركة وطيار الحمل العادي. ده فين? في القدرات الصغيرة. يعني بتلا ينزيل في قدرات الشهوية الكبيرة نعمل ايه كلامه هو اذا كانت قدرة المحرك كبيرة فانه يستلزم احدى طرق الحركة لتوصيل المحرك الى المصدر والتي تؤدي الى خفض الطيار الذي يصحب المحرك من المصدر عند توصيل اول طريقة عندي هنا تعالوا نشوف فقا طريقتنا في التلفزيون ومصر جابلنا ايه اول طريقة كلنا حفظنا احط مقاومات طيب لما اقول لي جنابك احط مقاومات في دائرة العضو السابت يبقى انا الشغال على محرك ايه برفو عليك ايوه شبابنا كده صاحب شغال على محرك استنتاجي خفض سنجاب يا مصر ليه يا مصر اقول لك لان الخفض سنجاب العضو الدار مالوش اطراف نعيد من تاني انت شغال هنا مقاومات بيد الحركة على اطراف فلفات العضو السابت ليه اقول للعضو الدار قفض سنجاب مالوش اطراف يبقى انا عندي طرق بدء حركة محرك الاستنتاجي بيستأول طريقة باستخدام مقاومات بدء حركة على التوالي مع العضو السابت ازاي بقى قال لي المنبع عندي اهو ادت الطيار دخل على المصرات المفتاح السكينة هنا عندما يمر الطيار في هذه المقاومة بيكونهم منزلق في البداية هنا فبياخد قيمة المقاومة بالكامل وبعد كده يخش على مين او يدخل على مين يمر في ملفات العضو السابت يبقى لحظة البدء المقاومة بالكامل في الدائرة المقاومة بالكامل في الدائرة يبقى طيار البدء يبتدي ايه يقل لما طيار البدء يبتدي ايه الملفات تكون عملت ايوة قانون الينزلق قوة دفع كرابية الايه العكسية وتبتدي تشتغل يشتغل المحرك طب دي قدرات يعني علينة عن الصغيرة شوية اول طريقة المقاومات بدء ايه الحركة طب الطريقة دي ليه عيوب يعني المفروض ما سكوتش ايوة كده تنفسه مع بعض البنات والصبيان اه ليه عيوب ان الطيار الكبير ده اللي مر في مين مر في المقاومات صح يبقى ايه ان الطاقة الحرارية او الطاقة الكرابية الطاقة الكرابية المستنفذة كطاقة حرارية غير مستفدية مقاومة سخنة قللت الطيار صح حفظت على المطور في تشغيله صح لكن الطاقة اللي استنفذت في المقاومة غير مستفدية بعد كده استفادوا بيها في ممكن اخر طريقة هقول لكم عليها ان شاء الله تمام طب دي اول حاجة خدت توصيل مباشر رقم اتنين باستخدام القاومات بدل ايه الحركة الطريقة التالتة شاشتنا الجميلة وطلقها بالالوان هنا معاني اللي هي بقى اجيب حاجة تخفض الطيار ايوه البنات صحيين ولا ايه البنات صحيين النارد اه محاول يا مستف المحاول وظيفته ان يخفض الطيار وما ضيعش الطاقة بتاعتي برافو عليك صح يبقى رسمتنا اللي جاية برا عن ايه ان انا اوصل تلت محاولات نفسية قاعد يقول انت اما اجيب محاول قدرة تلت او ازا كان المحرك كله ما اعديش تامنه تلت تلاف جنيه اجيب له محاول بتلت تلاف جنيه اما لقى ايه اجيب محاول نفسي تلت محاولات نفسية اوتو ترانسفورما اوتو ترانسفورما المحاول النفس الخيص لانه بيتركب من ملف التنين وملفي سنوي في نفس الملف وقلب حديدي واحد للاتنين فلما اجيب تلت محاولات نفسية اجيب تلات محولات نفسية ووصلهم بالتوالي مع دائرة ملفات العضو السابت المحول كده كده وظيفته انه بيخفض الطيار او بيخفض الضغط اهي قدام مننا على الشاشة الرسمة موجودة بتقول ايه اهي طريق بدا حركة المحرك اللي استنتاجه تلات اوجه باستخدام محول نفسي محول الزات لو ركز خد بالك ان المحول هنا مزلل او هتقول لي ده زيها زي اللي فات اقول لك لا تعال بقى ده انت درستك كلها فين المحال الملف لابد ان يزلل طيب يبقى انا بوصل الطيار ده ما بتوصل الطيار اللي بيحصل بيمر على المحول بيخفض قيمة الطيار لغاية ما يدخل على مين على ملفات العضو السابت يبتلي المحرك يشتغل ويطبق قانون لانز يبتلي انا بقى اخرج المقاومة او اخرج المحول من الداير اخرج المحول من اين من الداير يبقى المحول هيخرج برافو عليك ايو يا شباب بعد خمسة وسبعين في المية من سرعة المحرك المقننة زي وزي المقاومات زي وزي المقاومات مش عايز تتعجل في الاجابة لان اعرف كنت هتقولوا ايه يبقى هنا المحول يخرج بعد خمسة وسبعين في المية من وصول المحرك لسرعته المقننة زي وزي مين زي المقاومات طيب كويس يبقى انا خدت التوصيل المباشر مقاومات بيضا حركة ثم المحول النفسي. طالت طريقة وطريقة جميلة جدا. حضراتكم المفروض تكونوا اسكية فيها. كنت عايزة سأل فيها برضو سؤال ايه هو? الطريقة باستخدام مفتاح النجم ديلة. باستخدام المفتاح النجم ديلة. مفتاح النجم ديلة يا ابنائي وبناتي. هيجي تكلم دلوقتي معي يقول ايه ده? ده مفتاح. ده المفتاح عبارة عن نقط تلامسة مستر. اقول له حاضر. ارجع بالزاكرة مش مهندس ارجع بالزاكرة يا استاذة. ليه العام الماضي? اخدنا في ايه? توصلت النجمة وتوصلت الدلت. توصلت النجمة ضغط الخط يساوي جزر تلاتة ضغط الوجه. اه صح يا مصر. وطيار خط يساوي تلوجه. ايوا فكروني كده. توصلت الدلتة ضغط الخط يساوي ضغط الوجه. وطيار خط يساوي جزر تلاتة طيار الوجه. صح يا مصر. اخدنا الكلام ده. بس ايه علاقته بيه? ببيد الحركة. ده مهم جدا. وكان احد المفاتيح في المنج القديم وما زال ان كان دايما في الامتحانات اخر العالم. لما وصل حضرتك لحظة البدء نجمة. لحظة البدء نجمة. ضغط الخط بيسوي جزر ثلاثة ضغط الوجه. اه اه ايه مش فاهم. اقول له لو عندك ضغط الخط تلتمائة وتمانين هيخش للمحارك او هيمر للمحارك مئتين وعشرين. ازاي مسلا? لا ايه الا الله? ما احنا قلنا بتسوي جزر ثلاثة في فاز. تمام? يعني في فاز بتسوي على جزر ايه? تلاتة. اه. طب كويس. يبقى انا بالنسبة للطيء الضغط اللي هو داخل هيبتدي ايه اللي في توصيلة النجمة? بمقدار جزر ثلاثة. كويس. اما طير خط يسوي ترواجه. بعد خمسة وسبعين في المية من السرعة? ابتدي اقلي بالمفتاح على توصيلة الدلتا. اقلي بالمفتاح على توصيلة الدلتا. طب في الدلتا ضغط الخط يساوي ضغط الوجه. يعني تلتمائة وتمانين داخل تلتمائة وتمانين زي ما هو. اما الطيار فبيقل طيار خط يساوي جزر ثلاثة طيار الوجه. واضحة صح? يبقى الاول كان بيحط مقاومات تعوقي الطيار. وبعدين قال لك لا انا عايز حاجة ما فيهاش مفقير رح حطت محول. محول نفسي. تالت حاجة مفتاح النجمة دلتا. ده بيستخدم في القدرات المتوسطة. مش القدرات العالية او القدرات الايه المتوسطة? اللي هي? يبقى يعني التروح مسلا من خمسة حصان لستة حصان. او عشرة حصان اقصى. تمام? يبقى هنا بيخفض القدرة بمقدار التلت. جزر تلاتة من الضغط وجزر تلاتة من الطيار. بمقدار التلت. او جزر تلاتة من الضغط. تمام? طيب دي فين? في مفتاح نجمة دل. لو احنا عايزين نشوف المفتاح على الرسم. تعالوا نشوف نوسله ازاي? اولا انا عندي اطراف الملفات اكس واي زد. او يو في دابيو واكس واي زد. تاني يو في دابيو اكس واي زد. تعالوا بقى معيه هنا. المفتاح عندي تسعة نقط. اللي واحد. اللي اتنين اللي تلاتة. يو في دابيو. الاكس في النص والواي تحت والزد فوق. لازم الاكس تقع او الاكس تقع ما بين الواي والزد في النص. ودي عناها وزا ما لقنا في تدريبات المهنية العملية قالوها هذا الكلام كتير اول. على المطور عم بتب. وزا ما لقنا الافاضل في المدارس برضو قالوها بالنسبة ليب نعكس حرف الاكس في النص والواي والزد على يمين والشمال. ودي قلناها على اساس للتسهيل للجلب النحاس اللي بتركب معي. تعالوا نشوف مع بعض. لو انا وصلت ركز معايا كده. ركز معايا. ادي ايه اللي واحد مع اليو? اهي. خات مين هنا? الزد والاكس والواي. اكس واي زد مع بعض. ركز معايا كده. ادي الازز و ادي الاكس و ادي الواي. التلاتة في الوضع ده تووصيل تنجمة. الوضع ده تووصيل تنجمة. ركز فيه ابقى كده. هتبقى اللي واحد معي واحد. اللي اتنين مع في. ها? اللي تلاتة مع الو. الولا الاكس والواي والزد مع بعض. كده توصيلة النجمة. اقلب الريشة. بعد خمسة وسبعين في المية المفتاح هتبتلي تقلمه من هنا. على الدلتا. على الدلتا. ركز بقى وقفل ايه? ها? يو وزد يو. اللي واحد مع اليو مع الزد. اللي واحد مع اليو مع الزد. قفل الاتنين كده مع بعض. كل اتنين قصبات قفل مع بعض. كده بقت توصيلة دلتا. كده بقت توصيلة دلتا. يبقى ضغط الخط هنا هيساوي ضغط ايه? الوجه. الكلام ده مشروع قوي في مادة الالات كمان. يعني بالنسبة لك المفتاح عشان تاخد بالك بس من الرموز. اللي واحد معي واحد تحت منها الزد. اللي تلاتة مع الواي تحت منها? اللي تلاتة مع الدبيو مع الواي. مع الدبيو مع الواي. دول الاكس مع الواي مع الزد قفلت على نجمة. للبدايات او النهايات. لما اجأني بالوضع التاني الدلتا. هتلاقي الاول مع التاني والتاني مع التالت والتالت مع الاول. ضغط الخط يساوي جزر تلاتة ضغط الوجه في توصيلة النجمة. وبعدين قلب ده على الدلتا ضغط الخط يساوي ضغط الوجه. دي احنا قلنا في القدرات المتوسطة والصغيرة الى حد ما. طيب مفيش حاجة احدث. المفتاح ده كده قال لك لا في توصيلة تانية. اللي هي اسم الملفات. اسمت الملفات لمرتين. اسمت الملفات بمرتين. المرتين دولت يبقى فيه اسمه هنا. هنقولها لك دلوقتي. ان انا بقى اسم ملفات لجزئين ملفات العضو السابت. بقى اسم ملفات لجزئين. جزء بشغله في بداية الحرقة او بداية التوصيل. وبعدين بعد خمسة وسبعين في المية بدخل الجزء التاني. ده كانت اللي هي الرسمة اللي فاتت اللي هي مضاحتش معنا شوية. ودي اسهل ان هو بيقسم ملفات المحرك او ملفات العضو السابت ليه من نصفين. نصف يشتغل في لحزة التوصيل وبعدين النصف التاني. طب فيه طريقة احدث. الطريقة الاحدث اللي هي حضرتكو درستوها في مادة الكترنات القوة. باستخدام السيروسطور برافو عليه. بحط هنا اتنين سيروسطور كل واحد عكس التاني. كل واحد عكس التاني. اللي هي بتحكم فيها في زمن زاوية الاشعال. الكلان ده موجود في رسمتنا عندنا. حاطت هنا اتنين سيروسطور اتنين كل واحد عكس التاني اللي اتنين على التوازي. في زمن زاوية الاشعال. بتحكم في قيمة النبضة اللي داخلها للسيرستور وبالتالي بيسمح بمرور طيار معين الى ملفات العضو السابت في المحركات وده يمكن من افضل الطرق من اللي فاتت كلها ليه؟ سهولة التوصيل وقلة المفاقيد الكاربية بالنسبة للطيار فيها تعارفين دايما الحاجات اللي هي الترانسيرستور والسيرستور بتبقى المفاقيد بتاعته الى حد ما الى حد ما بتبقى معدومه ثانيا دقته الدقة بتاعته بتبقى عالية جدا ولذلك يمكن لذلك ما قلت لك في بداية بداية حركة المحركات قلت لك ما تستغربش فيه حاجات احدث نزل مقاومات خدناها قلنا لك فيها طاقة مستفزة مش مستفز ديها المحاولات غالية سنة جي بعد كده جاب مفتاح النجمة دلتا مفتاح النجمة دلتا هناخده برضو بعد كده عن طريق كوندكتورات هنشيل المفتاح خالص ونحطه كوندكتورات جينا بعد كده اسمنا الملفات اسمنا الملفات العضو السابت لنصين شغلنا نص وبعد 75% وصلنا النص التاني طب الاحدث والاوفر والادق قال نشغل السيروستور بالتحكم في زمن زاوية الاشعال اللي عند اللي هو التحكم في الجهة وده واخدينه حضراتكو في مادة الالكتورنات القوة في الباب الاول الرسمة الموجودة على الشاشة اللي هي الاس سي اعلى اتنين مع بعض اتنين مع بعض اتنين مع بعض اللي اتنين عكس بها بتحكم في الاشارة اللي هاتجا او اللي جاية من المنبع عن طريق الاتنين سيرسل وبالتالي بتحكم في قيمة الطيار المار لملفات العضو السابت كده خمس سرق تعالوا نشوف الطريقة اللي بعد كده اللي هي عن طريق استخدام الكندكتورات اللي فات ده كله ممكن احنا هنراجع بس كده اللي فات ده كله هنا كان اخيرا السيرسل تعالوا بقى الكلام ده هنطبقوا باستخدام الكندكتورات او الدواري التحكم يعني اللي فات ده كان شرحة اهي مستر شرحة على الطبيعة الحديث ايه اللي انت هتشتغل فيه ده من احدى مميزات الوزارة ان هي بدأت تجيب تربط القديم بجديد مع انتقال لسوق العمل الدائرة اللي قدام مني عندي ثلاث دواري احنا ماتفيني هزا الكلام وخدناه في تلفزيون هنا في حلقات اللي فات عندي دائرة الكنترول ودائرة الباور ثم الاتنين دائرتين مع بعض لو انا نظرت للدائرة اللي عندي اول حاجة اقول ايه اه دي بدأ حركة باستخدام مقاومات بدأ الحركة عارفت منين يا ميستر ميتلات مقاومات يا مش مظللة يا ميستر طب ودوت الوفرلود عارف ما ماشي يا سيد الوفرلود حمال حرية وده هنا المفتاح وده هنا المفتاح بتاع المقاومات يبقى انا عندي كم مجموعة مفاتيح مجموعتين في الباور تعالى بقى في الكنترول اه ده الكنترول ده انا عندي هنا الوفرلود كويس وعندي الوف وعندي الاتنين ايه ده يا ميستر هو ده قريب من المفتاح لانقوف برفع عليه الشباب كده صحي وقوي برفع عليه تكرين لما بدأنا دورة聯تحكم طولكم الدايرة الاساسية اللي عندي بجميع دورةropsحكم مفتاح لانقوف لو انت ركزت مع الرسمة هتلاقي مفتاح لانقوف الاول وبعدين الزيادات لكل الرسمة برفع عليكم الله اكبر يعني الشباب لقطوه بصرعة هتلاقي المستيرات وبعدين مفتاح أوفرلود وبعدين مفتاح لانقوف وبعدين اللي اتنون اون توازي. وبعدين الكويل بتاعهم من تحت خالص. بدايرة مفتاح لنوف سابتة بجميع دوار الكنترول. الزيادة اللي يخص الدايرة. اللي يخص الدايرة. ودي الميزة انك انت تبقى فاهم. تعالوا نشوف الدايرة تاني كده ونشوف ايه الزيادة اللي عندنا? اهو مصرات. الوفرلود. الوف. وبعدين اللي اتنون اون. الكويل بتاعي تحت اهو. ده ايه? اللي ده طايمر. طايمر. يزيل انت مش هتفصل المقاومات واللي هتسيبها في الدائرة. ده هنفس المقاومات. انت عايز كل حاجة اوتوماتيك. مش عايز تمسك بيدك المقاومة وتشيلها. ده طايمر. طب طايمر يعني يا يوه. طايمر. متمم زمني. طايمر مروحة. بتزبطه على ايه? على نص ساعة بيفصل. بتزبطه على الاضاءة معينة بيفصل. متمم زمني طايمر. مش كده وليه? طايمر بييجي معاك بيتزبطه على سانيتين تلت ثواني. وانت قاعد يدوك بتشغل. الطايمر بعد ثلاث ثواني بيفصل المحرك. مش محتاج بقى زي الاول. تمسك المقاومة وتتقالل قيمة المقاومة وتزود قيمة. لا. هو انت بتزبط بس. بتعمله زي ما يقوله ايه? بتعمله بتاعك. بتعمله بتاعك. الديزاينر بتاعك بتصمم وتسيبه. وهو يشتغل. ما عليك انك تضغط على الان او الان في زي ما انت عايز. تعالوا نشوف الداير. ده الان ودد هنا الكويل بتاع الداير بتاع الان. وده الطايمر. ده الكويل بتعمين. اللي الكويل اللي هيفصل من الطايمر ياخد الامر من الطايمر ان يفصل هزي المقاومات. يبقى لما ركب دايرة الكنترول على دايرة الباور. تعالوا نشوفها كده مع بعض. قد المصرات. وقادي. ركز معايا ده. الان ثم الاف. وقادي مفتاح الافرلود اللي هو هنا هو. اللي هو ده. ده مفتاح الافرلود. طب ودوت الطايمر. احنا رئيس سائلين الطايمر يبقى له مفتاح. ومتصل بمع مين? ركز معايا كده. متصل مع الكويل بتاعي الاصلي. وقت ما يشتغل هو يبقى يشتغل معاك. وقت ما يشتغل الكويل هو يشتغل معاك. مع اللاقت بتاعه. وقادي الكويل اللي هيفصل لي المقاومات بعد ما ياخد الامر من مين? من الطايمر ان بعد خمس ثواني هجوا فاصل المفتاح المقاومات دي هتفصل برة الدايرة. هتفصل برة الدايرة بقى المحرك مباشرة شغال على طيب. طيب دي طريقة. بدء عركة المحرك باستخدام مقاومات بدء عركة. عن طريق دوائر كنترول. دوائر كنترول. يبقى احنا كده اخدنا الاساس بتاعنا اللي هو المحصوص بتاعنا. وبعد كده هنبتني انشغالها على دوائر كنترول. ابرمج الدايرة زي ما انا عايز. واسبتش تلات. ما قدش قدام مينها بقى. اشين مقاومة. اخط مقاومة لقد انا بيدوص على المفتاح. والدايرة بتكمل معها بعدها. اللي بعدها زيها. ليه? دي مقاومات بدء لايه? الحركة عن طريق دايرة كنترول. هتلاقي اللي جاي بعدها على طول بروبق عليكم. بناتهم. محول نفسي. المحول النفسي. اوجب هلنا هنا عن طريق مفتاح النجمة دلتة. دي مقاومة بدء حركة وبعدين المحول النفسي اجيبالك بعدين. ده عن طريق استخدام مفتاح النجمة دلتة. مفتاح النجمة دلتة ايه? ده دايرة كبيرة جدا يا مصر. لا مش كبيرة ولا حاجة. احنا قلنا ايه? بدايتنا كلها بالنسبة لي مفتاح الانوف. ادي المصرات. وادي الاوفرلود. وادي الان. وهنا مفتاح الان الاتنين توازي. ثم الكوية. ايه الزيادات دي كلها? دايرة الزيادة دي كلها. تعالوا نشوف. انت مفتاح من النجمة الدلتة. بعد تالت سوى اني عايز الطايمر. اهو الطايمر الموجود اهو. طيب النجمة عايزة كويل عشان يشتغل عليها. والدلتة عايزة كويل يشتغل عليه. عشان يفصل النجمة ويوصل دلتة. ويفصل الدلتة ويوصل نجمة. لو انت بصلت للدائرة الباور قدام مني اهو. ادي المفتاح الرئيسي بتاعي خبالك هنا. كده هفصل اوصل نجمة. كده هوصل اوصل دلتة. يبقى هنا كل دايرة عايزة كويل لمفتاحها. سوى النجمة او الدلتة. كل دايرة الكويل بتاعك ده هنا. والكويل التاني معه ده هنا. الطايمر يحكم ما بين الدايرتين. ولزلك الطايمر دايما اللي بنحطه مع دايرة الكويل لدايرة الملف القطع الاصلية. الدايرة صعبة? لا مش صعبة ولا حاجة بس انت امشي معها صح? انقل دايرة الباور زي ما هي. وخد برك من السكينة السكينة كل سكينة اللي لازم جاب منها الكويل بتاعها والريشة بتاعتها اللي يطع بها الدايرة عشان نوصل. بسعبية. لو انا عملت دي هنا توصيلة النجمة. الكويل بتاعها لو افل هيوصل النجمة بتاعتي يبقى دايرة لازم يكون فاتحة. من اللي يفصل الكلام ده كله ويفصله? الطايمر بالنسبة لي هنا. يفصل دي ووصل دي مع دايرة ملف القاطع بتاعي اللي هو للدايرة كاملة. فبالدايرة اللي بعد كده عشان تكون دايرة رسالة شوية. جابها عن طريق برضو. مفتاح عنيك ما دلتها? ولكن بطريقة اسهل. لو انت لاحظت الدايرتين زي بعض بالزبط. سواء في دايرة الباور. دايرة الكنترول ودايرة. شوف خدت بولك انا اقولت لك انا ايه? في مفتاح هنا. اللي احنا قلنا عليه اتناشر وهنا بالنسبة لي اهو. طيب. هنا بالنسبة لي هنا برضو اهو هتلاقي الكيسي هنا له الطايمر بتاعها والكويل بتاعها. نفس الطريقة كي تلاتة تلاقي هنا الكيسي تلاتة بالنسبة لك اهو. يبقى كل تلات مفاتيح لازم يكون معاهم كيل وريشة فاصلة. كل تلات مفاتيح بالنسبة لي يكون معاها الكويل بتاعها وريشة الفاصل بتاعتها. الكويل يشتغل على ريشة يوصل التلات ريش تانين او لا. زي ايه? زي لدي ريشة ملف القطع اللي موجود عندي. الريشة الرابعة اللي هي ريشة التوازي. اللي انا كنا بنقولها في الورشة تلاتتاشر واربعتاشر. لو انا وصلت الان مش دي بتوصل معايا? وتماتيك بيوصل معا مين? التلات ريش التانين. فكل كويل بالنسبة لي بحطوله التلات ريش وريشة مساعدة. وريشة ايه? مساعدة. ده برضو مفتاح النجمة دلت. ادي يا سيدي المحاول النفسي. المفروض طبعا كنا جبناها بعد مقاومات بدء الحركة على اساس الاتنين يكونوا قريبين من بعض شوية. مقاومات. تلات مقاومات بتبقى غير مظلرة. والمحاول النفسي بيبقى مظلرة. المحاول النفسي. احنا قلنا وظيفته ان هو بيخفض الطيار او الجهر. والمحاول النفسي عبارة عن ملف واحد. منه ابتداي ومنه سنوي بيبقى على قلب حديدي واحد. خلاص? طب تعالوا نشوف دايرة. الكنترول. دايرة الكنترول اللي عندي قد ايه? برضو. بربع عليك. بربع عليك. لازم الاول اشوف دايرة الكنترول اتاكد ان المفتاعل النوف بالترتيب معايا. وبعدين ابص على الزيادة في الدايرة. ودي ايه كانت المشكلة في دايرة الكنترول ابنانا وبناتك هانوا بيقول لك الخطوط ده اقلب بعضيها كتير اول ليه كده? يا سيدي فصص الدايرة. واحنا قلناها في التلفزيون هنا في الحلقات هنا. لما تيجي دايرة الكنترول حط الاساس بتاعك. مفتاح النوف. المصراط. مفتاح الريشة بتاعتك اللي هي مفتاح الان بتاعتك. الحمال الحرية الوفرلود. وبعدين الان. الوف بالنسبة لي. وبعدين الريشتين مع بعض التوازي الان. وبعدين الكويل بتاعك. اللي هو الملف القاطع. بيتاخدها من الار لغاية الان نتاع بالطريقة دي. مصراط. مفتاح الوفرلود. مفتاح الان. مفتاحين الان توازي ثم الكويت. ايه الزيادة? انا مش محفظها لك. انا بفهمك ان انت ممكن تبقى سهلة معاك لو انت عايز تبقى سهلة. طب انا عايز احط بحاول نفسي. تب دايرة الباور مرسومة قدام منك. مصراط. المفتاح بتاعها بالنسبة لي. ده هو السويتش. وبعدين بتاعها الحمال الحرية. الرمز بتاعها. وبعدين دخل على المحرك. واقت منها من قبل الملفات وبعد الملفات. محاولة نفسي. انت عايز تعمل ايه? هتخط المحاولة نفسي? هتدوس على المفتاح الان. بعد فترة زمنية محددة عن طريق الطايمر اللي حضرتك مبرمجه على ثلاث ثواني خمس ثواني. يفصل المحاول النفسي من الدائرة. صح? صح. زي وزي مين? زي مقاومات بديل ايه? تمام? طب ما تيجي نشوفها كده مع بعض. تعالوا نشوفها مع بعض كده الدائرة ازاي? ادي دائرة الباور زي ما قلناها. ادي المصراط واقت منها على مين? المحاول النفس مع المفتاح بتاعها. وادي مفتاح الرئيسية. ثم الوفرلود. ثم المحرك الرئيسي. هنا انا قلت ايه? دائرة ايه? دائرة الباور بتاعك? دائرة الكنترول. مصراط اوفرلود للمفتاح بتاعك. ثم الان. ثم ده الوف والله. ثم الان. ثم الكويت. كل دي زيادات بالنسباني. اعرض بقى بتاعتي بقى الزيادات دي. اقوله تعالى هنا. انت عايز تشغل المحاول النفسي في الاول. ويتحكم فيه الطايمر. ويكون متوصل بالتوالي مع ملفات العضو السابت. حتى الاول مع الاول والتاني مع التاني والتالت مع التالت. طب فيه طريقة تانية قال لي اه ممكن اقصر اطراف لفات الثانوية على بعض. للمحاول. يخرج برا الدايرة. مدام انت هتقصر هنا. يبقى انت محتاج اتنين كويل. مع اتنين بار سويتش. لازم تقوله قدام مني هزا اتكلم اهو. واحد فوق واحد فين? تحت. واتنين كويل فيها لانصح. تصدق? وهنا الطايمر فى النص. يبقى انا عندي هنا. اتنين سويتش بالنسبالي. للمحاول فوق. قابل وبعد. مع دايرة الان اوف بالنسبالي برضه. حتى اطلقى هنا الاتنين توازن موجودين فين? زايد هنا بالنسبالي كوي الملف القاطع. وقادي الريشة بتاعت الوفر لوت. بص الطايمر محطوط فىن? يشتغل يمين وشمال. خدت بالك هنا من الريشة هنا? انت مش كل مرة? هتوصل المحاول. لا انت تدوس على الزرار بس بتاع الان. حيوصل الطيار للكويل? حيبتدي يشتغل. يشغل المحاول مع الدايرة. بعد خمس ثواني سبع ثواني. على الطايم اللي انت زابطه او البرماجة اللي انت عاملها او الديزاينر بتاعك يبتدي يشتغل. بعد خمس ثواني يشغل يا ريشة التانية. يا ريشة التانية تخرج المحاول من الشبكة. تفصل الاولانية. وهتلاقي هنا الريشة راحة جاية. تفصل الاولانية وتشغل التانية. يبقى المحاول خرج برة الدايرة والمحرك خاد مباشرة الكهرباء من الشبكة. طبع ايزا افصل? هتفصل من القف نهائيا. يبقى ده كده هيرجع لحالته الاولانية. اللي هو الطايمر يشغل المحاول معه الدايرة. دي طريقة بالنسبة بدء الحركة باستخدام المحاول النفسي. يبقى احنا اخدنا عن طريق كوندكتورات. ولولتالك وهنا عن طريق المقاومات. ومفتاعة النجمة دايل تاخدنا عليه دايرتين. ثم عن طريق المحاول النفسي. فيه طريقة تانية. مش هنقولها دلوقتي. لكن هنقولها فيما بعد بيه اللي هي عن طريق الملفات. اللي هي اسمة الملفات. وديه الطريقة الحديثة اللي عملوها قريب. ان هما اسمة الملفات حطوا جواها الكوندكتور بحيث ان يفصل ملفات مع الطايمر ويشغل ملفات فيما بعد. ابنانا وبناتنا الطرق بدء حركة المحرك الاستنتاجي الثلاثي الاول. على فكرة من الدروس المهمة جدا في يعني اقول مادة الالات واساسية في الامتحانات. يعني عشان برضو نرك شوية. ومادة الرسم الفني لان فيها دوار التحكم. دوار كنترول. واحنا خدنا في دوار التحكم تشغيل محرك استنتاجي من مكان واحد. ثم من مكانين مختلفين. وبعد كده دخلنا على طرق بدء حركة المحرك الاستنتاجي افراتي الاول. خدنا فيه مقامة بدء الحركة. وتوصيل مقامة بدء الحركة ثم محاول نفسي ثم مفتاح نجمة ده. ابنان او بناتنا. باب دوار التحكم تقريبا خلص. فاضل كمان بابين. باب لوحة التوزيع. وباب دوار اللف. دوار اللف او رسم او انفراد لف دوار الطيار المطرد. ابنان او بناتنا هنتكلم في دوار اللف مش هنشرحه بالتفصيل لان احنا يعني هنقوله في حلقتين ورا بعض مش عايزين نقطع الحلقات مع بعض. دايرة اللف من دوار ازا بيقولوها كده ايه? سؤال في الامتحانات دايما كل عام. مفيش امتحان يخلو من سؤال اللف. اللف في الانفراد لالات الطيار المطرد. لف طرق لف في الات الطيار المطرد. عندي نوعين من اللف او خطوتين. خطوة سبتة وخطوة متدفلة. خطوة سبتة وخطوة متدفلة. طيب خطوات اللف او انواع اللف. انا قلنا خطوة سبتة خطوة متدفلة. وفيه خطوة كسرية مجال نجد او اشكال اللف هنقول عليها شكل السلة والسلسلة والطبقات. انواع اللف. في عندي حاجة اسمها عنصات ملفات. وفيه ملفات كمان. طب ايه رأيكم? مش هنشرحها ولكن ناخد فكرة عنها. عن طريق شاشتني هنا ونشوف الرسمة بتاعتها ازاي? تعالوا نشوف مع بعض. رسم انفراد آلات الطيار المطردد. ده الباب اللي احنا. طرق اللف. في عندي لفة انصاف ملفات. انصاف الملفات ودي هنشرح اللي قلنا عدد المجموعات يساوي نصف عدد الاقطاب. عدد المواصلات يساوي عدد المجاري. والطيار او توصيلة الطيار في اتجاه واحد اللي هي دائرة توصيل التوالد. بعنا جانب واحد يعني انصاف ملفات. انصاف ملفات تركزوا شوية عدد المواصلات بتساوي عدد المجاري. توصيلة الطيار في اتجاه واحد يعني توصيلة التوالد. تعالوا نشوف الشكل بتاعها كده. هنقول ادي يا سيدي. الشكل اهو. بالنسبة لي التوصيل معايا. بداية ثم نهاية. بداية ثم نهاية. ده شكل ايه? الطبقات. طيب ده هنا برضو. ده شكل السلة. ده شكل السلة بداية بنهاية بعد صف ملفاته. ده شكل السلسلة. خبرك من الاشكال لان في بعض الامتحانات بيحدد الشكل اللي عايزه للرسمة. بيحدد الشكل اللي هو عايزه للرسمة. ركزوا قوي. في بعض الامتحانات يبقى عايز شكل محدد. ده ما قالكش شكل الشكل القريب ليك اشتغلوا. يبقى انا عندي كم شكل السلة والسلسلة والطبقات. انصف الملفات يعني جانب واحدين المجرى. طيب اقول لك ازاي? اقول له عدد الموصلات يسوي عدد المجاري. يعني اقول لك اربعة عشرين موصلة ترسم له اربعة عشرين خط. يقول لك عدد المجموعات يسوي نصف عدد الاخطاب. يبقى دي جانب ايه? واحد. عدد الملفات يسوي نصف عدد الاخطاب. برضو هي جانب ايه? واحد. تعالوا نشوف بعد كده الملفات الكاملة وهنشوفها ازاي. طريقة الملفات الكاملة كل حاجة انا قلتها اقول ادعب. يعني اقول لك عدد الموصلات هتقول ادعب في عدد المجال. عدد مجموعات ديه في عدد الاخطار او تسوي عدد الاخطار. تعال نشوف مع بعض كده الكلام بتاع بيه ليه? طريقة الملفات الكاملة. طريقة الملفات الكاملة. بتقول ليه بقى? عدد المجموعات وسوي عدد الاخطار. يتم توصيل مجموعات كل وجه بالتالي بالتوالي كانت تالي يعني. نهاية المجموعة الاولى مع نهاية المجموعة التانية. يعني نهاية مع نهاية وبداية مع بداية. انصاف الملفات كانت نهاية ببداية. اتجاه الطيار في المجموعة الاولى عكس اتجاه الطيار في المجموعة التانية وهكذا. تستخدم هذه الطريقة لما يكون هناك عندي جانبين في المجل. الملف بنصف عدد المجال. هقولها تاني عشان تاخد بالك من الجنب الواحد. الجنب الواحد او انصاف الملفات عدد الموصلات ويساو عدد المجالي. عدد المجموعات ويساو نصف عدد الاقطاب. تاني. في الجنب الواحد عدد الموصلات ويساو عدد مجالي. اربعة عشرين ارسام اربعة عشرين. عدد الملفات نصف عن المجالي. عند اتناشر ملف يباربعة عشرين مجرم. في الجنب الايه? الواحد. توصيل الملفات نهاية ببداية. نهاية ببداية. اتجاه الطيار في اتجاه دوري واحد. الملفات الكاملة. الملفات الكاملة. عدد المجموعات يساوي عدل اقطاب. وعدد الملفات قد على المجالي. التوصيل ودي بيع اللي هتفرق معي كتير قوي. نهاية بنهاية وبداية ببداية. والتجاه الطيار في المجموعة الاولى لابد ان يكون عكس اتجاه الطيار في المجموعة التانية. وعدد المواصلات تساوي ضعف عدد المجالي. تفرق? اه تفرق كتير. سؤال اللف في ابنائنا وبناتنا. زي بقولوها كده الاساس او الرفرنس بتاعي في امتحانات اخر العام. لان بعد كده انت هتخرج للحالة العملية. سؤال اللف يعني لابد انك تكون فاهم كويس جدا. وهنعيد. وهنزيد فيه تاني. تعالوا تشوف مع بعض اشكال الملفات. انا قلت عندي تلات اشكال. شكل السلة والسلسلة والطبقات. صح? شكل السلة والسلسلة والطبقات. فيه عندي ما يبقاش الكلام اللي بتشرح في بعض الناس يقول لك ده شكل السلة ده بخطوة سابقة. وشكل السلسلة ده خطوة متداخلة. ده. اشكال اللفة ابنائنا وبناتنا وده ان شاء الله بتدرسوه في المقاعدة وكينات بتتوقف على حاجات كتير قوي. شكل الالة. مكان تواجدها. مكان تواجدها. ممكن يكون عندي الشكل او المكان اللي انا هشتغل عليها او المطور اللي انا هشتغل عليه في اللف. في مكان عايز شكل مسلس. بعايز شكل سلة. ماربطوش بالخطوة. ماربطوش بالخطوة. الخطوة دي شيء. وشكل اللف بشيء تاني خالص. ده حاجة وده حاجة تانية. ولذلك حتى لما طلعنا الكلام قلنا تتوقف اشكال اللف على نوع خطوة اللف. وعلى عوامل اخر. ايه هي بقى? حجم الالة. المسافة. الغطزت نفسه. لازم يكون له شكل معه. شكل اللف. لازم اطوع الالة كلها حسب المطلوب. ما قولش دي بتاعت حاجة ودي بتاعت حاجة. لا. لطوع الشكل اللي عندي. اشكال اللف هنلاقي منها اشكال كتيرة جدا. اول شكل زهرت لنا على الصورة اللي هو شكل السلة. نشوف مع بعض كده شكل السلة. اه شكل السلة. خد بالك ان ده عكس ده. يعني كده قريب ان احنا قلت لك ان هي تبقى هنا جنبين في في المجرى. لو شكل تاني اللي هو شكل الطبقات. اللي هو المربعات ده شكل الطبقات. ده شكل السلسلة. ممكن يتعامل لازم يكون معي برجل. لازم يكون في الامتحام معي برجل. وعلى فكرة يعني السادزتنا الافاضل في الوزارة. دايما بيساعدوا الطلبة بان بيكتبوا يصرح باستخدام الالوان في سؤال اللف. لان ساعات بتبقى ستة وتلاتين خط او اتنين وسبعين خط. يعني ممكن يجابيها اربعة عشرين جنبين. اربعة عشرين جنبين يبقى سمانية واربعين خط. فزملائنا او اساتزتنا في الوزارة تمالي. يعني الكلام ده عودونا عليه من زمان اول ايام ما كنا طلبة. كان يقولك يصرح باستخدام الوان في اللف تسهيلا على ابنائنا وبناتنا في العمل فيها. شوفنا شكل الطبقات. وقادي شكل السلسلة اللي احنا قلنا عليه بيتعامل بالبنى. فيه شكل تاني اللي هنقولولك بقى هنا في الخطوة المتساوية والمتدخلة. قل بلك بقى شكل السلة اهو يمشي على الخطوة المسابقة. صح? متساوية. ويمشي على الخطوة المتدخلة. يعني ما فيش شكل خاص بخطوة لوحديها. ركزنا في الكلام. الشكل مش خاص بخطوة معينة. لأ الشكل يمشي على اي خطوة. اه دي خطوة سابتة او متساوية بشكل السلة. عملناها برضو على شكل ايه? متدخل. ودي خطوة متساوية. خدنا بالنا منها. تعالوا نشوف شكل تاني. خطوة متدخلة. بص معمولة ازاي? شكل السلة. ممكن تتعمل طبقات. يعني الشكل غير الخطوة. ناخد بالنا ابنائنا وبناتنا في الشغل ده كويس اوي. ادي شكل الخطوة المتساوية. ركز بنا بص هنجيب للك ازاي? دي خطوة ايه? شكل السلة. خطوة متدخلة. واحدة جوة بعض. خلاص? بص للتانية بقى كده. سابتة واحدة وردتانية. هتفرق كلام ده ان شاء الله في المسائل. هنوري لك الاشكال دي كلها ازاي? ادي شكل السلسلة. خطوة متساوية. الاول مع الاول. نعمل نشوف الاشكال. خطوة بصوا بقى اللفة المتدخل. الاول مع رقم ست اتنين الداخلين جوه وبعض. بشكل ايه? السلسلة. انا بنباين الاشكال. بوريك الاشكال دي كلها عشان لما نيجي نشتغل على الكلام ده كله. طب هنا خطوة متساوية. برضو الشكل بالنسبة لي ايه? ايوة. سلسلة. الاشكال ابناها واناتي خد بالك عملناها ايه? ملف كامل ونصف ملف. خطوة متدخلة طبقات. خطوة متساوية. خطوة متساوية. يعني انا جبنا تقريبا كل الاشكال اللي موجودة. ادي الخطوة متساوية. خدت اللي اتنين بصة قطعين كأنها الخطوة اللي عندي او الشكل اللي عندي اللي احنا قلنا عليه شكل السلة. ابنانا وابناتنا. النهاردة بس فتحنا شهيكو على آآ باب اللف. لف اهلات بتاني متردد في السلاسة الاوجو. يعني ورناكو الاشكال على رفضاكو. الخطوة السابتة والخطوة المتدخلة. يعني انصف ملفات ويعني ايه? ملفات كاملة. طبعا اتشوقتوا للقوانين وازاي تحلوا المسألة. ان شاء الله في الحلقات القادمة. ابنانا وابناتنا النهاردة خدنا مع بعض طرق بدء حركة المحرك الاسنتاجي. السلاسة الاوجو. وجدناها لك الاول عن طريق الرسمة العادية. اللي هو التوصيل المباشر. وبعدين مقاومات بدء الحركة. ومحول نفسي. ثم مفتاح النجمة دلتا. ثم عن طريق قسمة الملفات. الملفات العضو السابت الى قسمين. ثم عن طريق السالس. خدنا هذا الكلام بالكامل. وحولناه لدوائر. كنترول. ووريناكو الرسمة بتاعتنا دائرة الكنترول لوحدها. ودائرة الباور لوحدها. وازاي نجمع الدائرتين مع بعض. خدنا في دوائر الكنترول للمقاومات والمحول النفسي. ومفتاح النجمة دلتا. فتح نشايلكو في النهاردة على اهم سؤال يمكن تايما في امتحانات اخر العام. انا وهو سؤال اللفت. الاشكال بتاعتها سواء خطوة سبتة او خطوة متدخلة. الاشكال سواء سلة او سلسلة او طبعا. طبعا ما شرحناش بالتفصيل الممل او التفصيل الفصيح زي يقولوها. ان شاء الله في الحلقات القادمة نرجو نكون نكون انتبهنا وذكرنا هذا الجزء عشان نكمل عليه بازن الله وربنا ووفاكو جميعا الى ما تتمنوه. والى اللقاء في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.